اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته الميدانية إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن على سير الدوامي والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك في الجهاز الإداري للدولة واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي والمسؤولين والمختصين بالوزارة إلى شرح حول مهام الرقابة الميدانية على الانضباط الوظيفي في المستويين المركزي والمحلي والمؤشرات الأولية حول نسب الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك وترأس دولة رئيس الوزراء اجتماعا لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ألقى خلاله كلمة قدم في مستهلها التهاني بعيد الفطر المبارك ونقل إلى الجموع تحية فخمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليم وأعضاء المجلس ودعم الدولة والحكومة لجهودهم في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ومعالجة الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة مؤكدا أن زيارته إلى الوزارة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك هي رسالة لكل أجهزة الدولة وأهمية انتظام أعمالها ودعم الدور الرقابي والنزولات الميدانية للوزارة ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الدور المحوري لوزارة الخدمة المدنية المرتبط بجوهر عمل الحكومة في الإصلاح الإداري مؤكدا أن عنوان المرحلة المعلن عنه في تعزيز الشفافية والمسألة أو المسألة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات يرتبط جانبا أساسي منه في الإصلاح الإداري وإعادة اعتبار الوظيفة العامة بعيدا عن المحسوبية والتضخيم غير المبرر في الهياكل القانونية لأجهزة الدولة مشيرا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة التعينات وإلغاء كافة القرارات والتعينات المخالفة للقانون والعبء المتوارث على مدى عقود في الوظيفة العامة والتي أضيفت إليها تجريف ميليشيا الحوث الإرهابية للوظيفة والتعينات القائمة على السلالية وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن فصل وساري تطوير عمل الدولة بعيدا عن وزارة الخدمة المدنية الفاعلة ونظام وقوانين مواكبة ويتم الالتزام الكامل بها وأهمية الاعتماد على الأتمتة وأنظمة الإدارة الحديثة كما تحدث رئيس الوزراء عن التحديات القائمة في هيكل الأجور والمرتبات وعدم تناسبها مع الواقع الحالي إضافة إلى صعوبات الإحالة إلى التقاعد والمعالجات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالازدواج الوظيفي والمنقطعين على العمل والفرص المتاحة للإصلاحات مؤكدا أن إدارة التغيير ماضية وهناك نية جادة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي لإيقاف العبث الحاصل على المستوى الإداري وأهمية استشعار المسؤولية من الجميع في هذه الظروف الاستثنائية إضافة إلى تقييم المسؤولين في المستويات العليا مثالا للالتزام بالانضباط الوظيفي وعدم تطبيق العقوبات والقوانين على المستويات الدنيا فقط وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعددا من قيادات الوزارة قد تحدثوا في الاجتماع مرحبين بزيارة دولة رئيس الوزراء واستعرضوا الملفات التي تعمل عليها الوزارة والتحديات التي تواجهها والدعم الحكومي المطلوب لتجاوزها بما في ذلك خطط إنهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسات المدنية والعسكرية وكما تطرق أيضا إلى المعالجات المتخذة لتنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالإصلاح الإداري ترجمة نانسي قنقر